واحد يقول لي يا عم انت بتكلم يا عمه ده بالراحة شوية يا عم يا عم الناس دي ناس شر يا عم الناس دي ممكن تعمل حاجة تعمل ايه الناس دي ناس جوبناء هؤلاء لا يعملون ولا يصرحون إلا تحت الأرض أعمال سرية دول ما يقدروش يفتحوا عينهم في الشمس دول مش أخوياء دول أغبياء وبعدين وأينما تكونوا يدرككم الموتى لو كنتم في بروج المشيدة اللي يخاف يقعد في بيتهم اللي يخاف يلبس نقابه يقعد في بيته الأوطان والبلاد والأمم عمرها ما تقف رفع رأسها فوق إلا بالقوة والشجاعة والقناعة والإقدام والموت آخر حاجة تفكر فيه لأنه لما ييجي هييجي وعمرك ما تقدر تقومه مبارح الرئيس كان بيتكلم بيقول نموت نموت أي حد فينا مستعد يموت وده مش كلام اللي بقوله مش كلام للإستهلاك اللي بقوله ده بيقناعة كل مواطن مصري مخلص بيحب البلد دي مستعد يموت ويضحي من أجل البلد دي بجد وروحه بترخص قدامه ياريت الرئيس مر قالك ياريت ياريت نروح إحنا ونموت وإحنا جاهزين نموت عشان البلد دي الموضوع مش صعب الموت ده أسهل حاجة في الدنيا أسهل شيء بالمناسبة الراجل اللي يخاف الموت مية في المية يروح يراجع نفسه عن دكتور مش راجل مئة بالمئة مئة بالمئة اللي يخاف من الموت اللي يخاف من واحد مخلوق زيه وضعيف وكذاب ومنافق وضد الدين وضد الله وضد الشعب وضد الحق بالتأكيد هو ضعيف وانتقون ادي له فوق دماغه هيخاف ولازم تكشفه وتفضحه بين الناس أنا بخاف على أجل القادمة اللي بيدحك عليهم يقول لك والله الإخوان الإخوان إيه الإخوان مفضوحهم في كل مكان سلوكا وتحركا وفكرا فاسد الفكر فاسد الفكر ويقروا هذا كلام وهنزع لكم تاني حلقات أهل الشر إن شاء الله خلال المرحلة القادمة اللي اللي عايز يشوف أو يرجع يشوف على صفحات البرنامج